موسيقى أبو الإبن والروح الكدس إلهي واحد أمين أهلا بحضراتكو نستكمل السيرة العطرة لقداسة البابا القديس العظيم كيرلوس السادس اللي كنا بدأنا في حلقتنا اللي فاتت نحن نتكلم عنها تكلمنا عن نشأته رهبنته في دير البراموس انتقاله لدير الأنبى صموئيل سكنه في الطحونة وتكلمنا عن بعض المواقف اللي حصلت من بعض الناس ضد قداسته ونكمل النهاردة أحداث حياته اللي لو فضلنا نتكلم فيها باقي حياتنا كلها مش هتكمل لقداست سيرته ومعجزاته اللي بيصنحها في كل وقت ومع كل من يطلب شفعته أعضاء المجلس الملي حصلت فترة من الفترات المجلس الملي كان ضد الكنيسة وضد أي أب بطريارك فاستكمالا القصة دي أعضاء المجلس الملي بدأوا يهجموا قداست البابا كيريلوس السادس واتخذوا من جريدة كان اسمها جريدة مصر لو كنتوا فاكرين لما تكلمنا في عهد مصطفى كامل إن كان فيه واحد اسمه تدرس باشا المن أبادي وكان ده رئيس لجريدة مصر وكانت فترة من الفترات بالدافع أو هي لسان الناطق بصوت لأباط لكن للأسف في عهد البابا كيريلوس بدأت جريدة مصر تاخد موقف ضد قداسته بإعاز من أعضاء المجلس الملي اللي كان موجود مشرت الجريدة مقالات كتير ضد قداسته بدأت تنتقد إن هو بيروح اسكندرية كتير العجيب إن الجريدة وهي بتكتب كده نسيت أصلا إن هو لقبه بابا الاسكندرية إن مقره قبل القاهرة هو اسكندرية فلما بيروح اسكندرية ده شيء طبيعي لإنه له شعب هناك ولو كنايس يرعاها فهي كانت بتنتقده وكتبت مقال ضده في سبعتاشر اتنين سنة اربعة وستين بتقول إن إحنا دلوقتي في شهر فبراير وكل الناس بتهرب من البرد وبتهرب إنها تروح الشواطئ وبتفضل أعداء في القاهرة وبتتكلم على البابا كرولوس وبتقول برغم كده هو بيروح كتير لهناك هو بيروح هناك مش رايح يصيف ولا رايح يقعد على الشواطئ لكن رايح يرعى شعبه وبيسترد الضال من شعبه كتبت جريدة مصر برضو وأعضاء المجلس الملي كتبوا فيها إن البابا كيرلوس عاجز عن إدارة الكنيسة واقترحوا إن يبقى فيه مجلس باباوي يعتني بشؤون الكنيسة مع البابا ليه؟ عشان هو بيصلي كتير طب ما هي الصلاة هي اللي بتحرك السماء والصلاة هي اللي بتحرك قلوب الناس عشان يبقوا مع اللقباط أنتو مش عجبكو الموضوع ده وعايزين مجلس يدير الكنيسة لكن ربنا ما سبحش إن مشورتكو تتم نفس الجريدة كتبت يوم 18-4 سنة 1964 مقال بتسخر فيه إن قداسة البابا بيقوم بدري أو الصبح عشان يروح يصلي دي حاجة عجيبة قوي يعني انتو بتترياؤوا على قداسة إنه بيصلي ده الكتاب المقدس بيقول من يبكر إلي يجدني يعني دي وصية كتابية وانتقدوا إن البابا لما بيروح بدري أوي كده طبعا الكهن بيصحى بدري والخدام بتصحى بدري وده بيتعبهم كتير أوي وبيتسألوا أعضاء المجلس الملي بيتسألوا في الجريدة هل هي مخطة مضبرة من قداسة البابا عشان يرهق الكهن ولا هي نزهة فجرية هو حابب يعملها عشان يشم الهوى بتاع الصبح أنا الحقيقة مش عارف أقول إيه على الموضوع ده هو الكهن لما يصحى بدري يصلي ده بيبقى إرهاق ما هي؟ هي خدمة الكهن إنه يصلي خدمة الكهن إنه يدور على الشعب ده حتى خدمة الخادم العلماني اللي مش كهن إنه هو يدور على الناس ويدخل بيتهم وكان قدست البابا شنودة له كلمة جميلة يقول إن الكهنة لو ارتاحهم الشعب هيتعب لكن الكهنة لما تتعب عشان الشعب الشعب هيعرف ربنا وهيجذبوه ليه الكنيسة وللسيد المسيح اتهمت الجريدة وأعضاء المجلس الملي قداسة البابا إنه بيسيب الكنيسة بيروح يعيش في الخرابة اللي هي اسمها دير ماريمينة دير ماريمينة آقا خرابة لكن بصلاة البابا كرولوس وبعمله وبعمل ربنا معاه صار واحد من أعظم الأديرة اللي موجودة على أرض مصر واللي بيجيلها زوار من كل أنحاء العالم البابا كرولوس احتمل كتير جدا احتمل إهانات واحتمل تهم باطلة اعتبرها كلها أكليل بتزكيه للسماء لكن ربنا إذا كانت قداسة البابا كان بيسامح ربنا مش بيسيب حق أولاده وتم حجل المجلس الملي نهائيا وتمت مصدرة جريدة مصر اللي كانت بتتكلم بلسان أعضاء المجلس الملي ضد قداسته وقداست البابا شنودة لما كان يتكلم عن قداست البابا كرولوس والناس اللي كانت بتعمل فيه كل ده قال إن كل اللذين قاوموه لم ينجح منهم أحد حينجحوا إزاي وانتوا بتقوموا رجل الصلاة تنجحوا إزاي وانتوا بتقوموا اختيار السماء لكرسي مري مرقص هتنجحوا إزاي قداست البابا لما عارف بموضوع إن الجريدة اتصدرت وإنها اتقفلت بدأ يسعى لدى الجهات المسؤولة عشان يرجع الجريدة تاني إيه يا سيدنا ده الجريدة دي بتهجمك وبتشتمك معلش بس فيها ناس غلابة فيها عمال بيكلوا منها عيش وعند العمال دول مسؤوليات تجاه عائلتهم لكن المسؤولين ردوا على قدست البابا قالوا له إن أمر الجريدة دي انتهى إلى الأبد وإحنا مش هنفتحها تاني لإنه الأمر صادر من الرئيس جمال عبد الناصر شخصيا لكن قدسته بقلب الأب الحنون سعى لحماية العمال بتوع الجريدة من التشرد وكان تسعين في المية من الناس دول مسلمين مش مسيحيين لكن الرحمة ما فيهاش إن أنا برحم مين ربنا وصى على الكل ربنا اتصلب من أجل الكل إن كان كل ما بيعترفش بده فدي مشكلتهم هم لكن إحنا بنقدم المحبة للكل حتى لو المحبة دي بتتقابل بنوع من البغضة والقراهية في بعض الأحيان مرتحش قلب قدست البابا لحد ما لقى شغل العمال الجريدة دي في أماكن تانية عشان يقدروا يكملوا حياتهم ومسئولياتهم تجاه الأسر بتاعتهم كان في الفترة دي أسكف الدأهلية هو المتنيح نيافة الأنبى في لوبوس بيحكي إن قدست البابا اتصل بيه مرة الساعة واحدة ونص الفجر وقال له تعالي دلوقتي للمقر الباباوي وهات معاك ملابس الخدمة وهات معاك كمان الأستاذ سليمان رزق اللي كان تلميز قداسة البابا في الفترة دي وعم عزمي السواء خرج البابا من قليته لما هم وصلوا عنده وقال لهم يلا نروح لكنيسة الشهيدة العظيمة بربارة في مصر الأديمة لما وصلوا هناك لقوا بابك كنيسة مقفول دنيا الفجر فطلب قداسة البابا كيرولوس من عم عزمي إنه يحاول يفتح الباب معرفش الأستاذ سليمان رزق حاول معرفش نيافة الأنبا في لوبوس حاول معرفش فالأنبا في لوبوس بيحكي ويكمل يقول إن قداسة البابا راح قرب من الباب ورشم علامة الصليب على الباب وقال افتحي أيتها الأبواب الدهرية ليدخل ملك المجد لقى الباب يتفتح لوحده على آخره فدخلوا وهم بيرتلوا تسبحة نصف الليل وقدسته رفع بخور باكر وما كانش فيه أي حد من خدام الكنيسة ولا الكاهم موجود فقام قداسة البابا بصلاة المزمور اللي بيقول رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني فلقى الأربني جه عمل الأربان مع الحمل جاهز وصلى نيافة الأنبا في لوبوس الأداس الأول وكان قداسة البابا عامل هو دور المرتل بتاع الكنيسة والأنبا في لوبوس هو اللي بيصلي ككاهن وبعد شوية جه كاهن الكنيسة واشترك مع قداسة البابا في الأداس التاني اللي انتهى الساعة عشر الصبح وفضل قداسة البابا من واحدة ونص بالليل لما كلم نيافة الأنبا في لوبوس لحد ما خلص الأداس وهو في قمة النشاط والفرح هو كان فرحه وجوده على المزبح فرحه كان أنه يبقى موجود في حضرة السيد المسيح بعض أعمال قداسة البابا عمل على تدعيم علاقة الكنيسة الإبطية بالكنيسة الحبشية وأن الكنيسة تبقى خضعة لسلطات بطريارك اسكندرية واستدعى الأنبا باسوليوس مطران الحبشة وعملوا بطريارك جاسليك في 28 يونيو سنة 1959 وكانت علاقة قداسة البابا كيرولوس بالامبراطور هيلسلاسي قوية وحميمة جدا وكان جلالت الامبراطور بيتبارك بقداسة البابا كيرولوس ويقبل إيده كل ما بيشوفه من أعماله أنه هو في 27 نوفمبر سنة 1959 وضع حجر الأساس لدير الشهيد العظيم ماريمينة شفيعه وحبيبه والدير طبعا صار الآن كواحد من أكبر الأديرة اللي بيزورها الناس وبيتباركوا بيها في 14 ديسمبر 1959 قدم قداسة البابا كيرولوس مذكرتين واحدة منهم خاصة بالأحوال الشخصية للمسيحيين والتانية خاصة بالأوقاف الإبطية عايز يبقى فيه حصر الأوقاف وعايز يبقى فيه قانون خاص بالأحوال الشخصية لأن كانت المحاكم بتطبق الشريعة الإسلامية في حالة إسلام أحد الطرفين وبيدوا الأبناء للطرف اللي أسلم حتى لو كان طفل رضيع في أيام قداسة البابا كيرولوس تم الاعتراف بدير الكديس العظيم الأنبى صموئيل المعترف وضمه للأديرة الإبطية المعترف بيها والعامرة وقام قداسة البابا كيرولوس برسامة أسقفة عموم للكنيسة وكان من ضمن اللي رسمهم قداسته هو صاحب القداسة والغبطة الطباوي البابا شنودة الثالث رسمه باسم الأنبى شنودة أسقف للمعاهد الدينية وللتربية الكنسية ومن ضمن الأباء اللي ترسموا بإيد قداسة صقفة عموم هو المتنيح نيافة الأنبى صموئيل للخدمات العامة ونيافة الأنبى غريغوريوس للدراسات العليا والبحث العلمي وبدأ في عهد قداسة البابا كيرولوس تأسيس كنايس إبطية في بلاد المهجر في أمريكا في كندا في استراليا وفي بعض بلاد أوروبا وفي بعض الدول العربية زي الكويت والعراق ومن أعظم المشروعات اللي اتعملت في عهد قداسته واتبناها قداسته برعايته هو بناء الكاتدرائية المركوسية الكبرى بأرض الأنبى رويس في العباسية واللي أقيم فيها مباني للكلية الإكليريكية ومقر لقداسة البطريارك حتى الآن مقره في الكاتدرائية المركوسية الكبرى بأرض الأنبى رويس وفي عهد قداسته تم إعادة جسد القديس العظيم قروز الديارة المصرية القديس ماري مرقص لمصر الكلام ده كان سنة 24-6 سنة 1968 ما هو ما ينفعش يكون جسد كروز أرض مصر موجود في حتة تانية غير أرض مصر ومن تكريم السماء لقداسته ظهرت السيدة العزراء في عهد بطرياركيته في كنستها بالزاتون يوم 2 إبريل سنة 1968 وشاهدها عشرات الآلاف من الناس واستمر الظهور عدة سنوات وشفها الرئيس جمال عبد الناصر واتكتبت مقالات في الجرايد الرسمية للدولة الأهرام والأخبار وجرايط تانية كتير عن الظهور ده والتجل العظيم لوالدة الإله على قباب كنيستها في الزيتون لكن للأسف الناس بتنسى التاريخ وبعضهم بدأ ينكر الأحداث دي لكن المستندات موجودة والتاريخ عمره ما يجدم علاقة قداسة البابا كيريلوس السادس والرئيس الراحل عبد الناصر كان في الأول بيشبه كتير من التوتر وكان عبد الناصر في إحدى المرات اتقابل مع قداسة البابا مقابلة ما كانتش لطيفة وقدسته خد على خطره لكن بعد ما أجرى قداسة البابا معجزة لبنت عبد الناصر وشفاهة من مرض كان بتعاني منه اتقلبت طبعا العلاقة لعلاقة ودية وكان الرئيس عبد الناصر يقول لقدسته انت تيجي تزورني في أي وقت وما تجيش في الأسر الجمهوري لكن انت تيجي تزورني في البيت وأول لقاء بينهم كان سنة تسعة وخمسين قداسة البابا وصار عبد الناصر وتبدله بعض الأحاديث الودية ويومها قال البابا للرئيس اننا هعلم ولادي لقباط يعني ايه معرفة ربنا يعني ايه حب الوطن يعني ايه الاخوة الحقيقية فالرئيس فرح طبعا بوطنية قدسته وشكره على كلماته الجميلة دي بعد توطر العلاقات شوية في الأول زي ما قلت لكن رجعت العلاقات بسرعة وكان بيزوروا في بيته في منشية البكري في القاهرة ولما توجه قداسة البابا لجمال عبد الناصر يوم عشر مايو سنة الف تسعمية سبعة وستين وكانت البطريارقية بتعاني من ازمة مالية كبيرة امر الرئيس ان الدولة تتبرع بمبلغ عشر تلاف جنيه وطبعا ده كان مبلغ كبير جدا في الوقت ده اتبرعت الدولة للبطريارقية عشان تتبني وقداسة البابا في الاعدة دي طلب مرتين من الرئيس عبد الناصر ان هو يعني ينهي الزيارة حرص على وقت سيادته طبعا ده رئيس الجمهورية ولو مهم جسيمة لكن الرئيس كان يبصله ويبتسم ويقول له معاد الزيارة لسه ما انتهاش ولما جه قداسة البابا ينصرف وازاله الرئيس قال له اننا بضم صوتي لصوت المهنئين من الناس بعيد جلوس غبطتكم على الكرسي المرؤوسي وتمناله ايام سعيدة فشكروا البابا بامتنان وحط وحط ايده على قلب الرئيس في لطف وكان الرئيس عبدالن الناصر بيشعر ببعض الالام في صدره في المنطقة اللي تخطت عليها ايد قداسة البابا فزال عنه الالم في الحال ده ايد قداسة البابا كرولوس هي اللي تخطت اكيد الالم لازم يزول حضر الرئيس عبدالناصر حفل افتتاح الكاتدرائية المرؤوسية في 25 يونيو 1968 اليوم التالي لحضور جسد ماري مرؤوس من برة وبيذكر المؤرخين ان عبدالناصر وقدست البابا وهم طالعين على سلم الكاتدرائية عشان يزيحوا السطار عن اللوحة التسكرية ان عبدالناصر مسك بايد قداسة البابا وكان بيتقلم شوية فسألوا قداسة البابا ما لك يا سيدة الريس فعبدالناصر قال له ان هو بيشعر ببعض الالم في صاقه فسألوا البابا قال له طب ليه سيدتك ما قلت لناش وكنا اجلنا حفل افتتاح الكاتدرائية حرصا على صحة سيادتك فرد عليه الرئيس قال له لأ بالعكس انا سعيد جدا اننا جيت حتى رغم الامي واننا اكون بينكم في يوم زي كده اكيد تغير العلاقة من طرف عبدالناصر كان نتيجة للمعجزات اللي شافه على ايد قدست البابا كرولوس وكمية اللطف والروحانية والحكمة والقداسة اللي كانت في قدسته وبعد حياة كبيرة وبعد خدمة جليلة وبعد قدستات يومية لم تنقطع الا في بعض فترات الصفر القليلة لقداسة البابا كان يصلي كل يوم بنفسه واي حد يقدر يقابله في القداس حتى لو الكنيسة ما فيها الشعب كان يطلع يبخر لآخر الكنيسة لان ربنا كان بيبقى كاشف عن عينيه الاباء السواح اللي كانوا حضرين القداس ومليين الكنيسة وكان هو بيشوفهم بروحياته العالية اللي الناس اتمتعت بيها بعد الحياة دي والصلاوات دي اتنيح قدسته في يوم تسعة مارس سنة الف تسعمية واحد وسبعين وفي اليوم ده ازاعت ازاعت صوت امريكا بيان قالت فيه لقد توفى الصديق الوفي لعبد الناصر وبناء على وصية قداسته وضع جسده الطاهر في دير الشهيد العظيم ماريمينة واعترف المجمع المقدس بقداست البابا كيرلوس السادس ووضع اسمه ضمن صلوات المجمع في الاداس الالهي ان كان قدسته قد طرق الارض بالجسد لكن قدسته مازال حي بنا ومازال الكل بيتمتع بصلواته وشفعته ومعجزاته وكتير مننا سم ولاده على اسم قدسته طبارقا منه ومن شفعته لينا وللكنيسة كلها نختتم حلقتنا النهاردة بالسيرة العطرة اللي اتكلمنا فيها عن قدست البابا كيرلوس ونشوفكو في حلقة جديدة نستكمل فيها احداث تاريخ الكنيسة ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر